بداية كده هنتكلم بشكل أكبر كمان عن محمد صفوة تكون حضرتك مدربه على مدار سنين طويلة جدا جدا تأهل محمد صفوة للأولمبيات هو من الأسامي المعروفة دايما مع منتخب مصر في بطولة كاس ديفيس دايما بيكون ضمن اختيرات المدربة المنتخب محمد صفوة وإمكانياته وإلى أي مدى خطوة مهمة جدا أن يكون موجود في الأولمبيكس مبدئيا ده أول تأهل للعابين مصريين للأولمبيات التنس دخل في الألعاب الأولمبية في التمانينات لم يكن لنا الحظ أن احنا أو المستوى اللي نتأهل به للأولمبيكس إلا في توكيو 2020 فدي طبعا ده إنجاز وتقدم لمستوى اللعبة في مصر صفوة تأهل إزاي تأهل من خلال بطولة الألعاب الأفريقية كانت هي المؤهلة لصفوة والميار اللي هي في المغرب اللي هي في المغرب وحققوا التأهل الحقيقة بامتياز يعني في خلال البطولة محدش فيهم خسر مجموعة ومن ساعة ما تم التأهل طبعا استفادوا زي ما انت قلتي انت متابعة واضح التانس كويس استفادوا كويس جدا من تأهلهم من بضغط التأهل دي إن هما الإعداد بتاعهم والمشاركة في البطولات الدولية كان مستمر على طول طبعا باختزال فترة التوقف بتاعة الكورونا اللي هي أضرت باللعبة بتاعتنا وأضرت بالريضات تانية كثير آه طبعا يعني بس ما ضرتش مش هنقول ضرتنا احنا وضرت غيره وما ضرتش غيرنا لا ده اللعبة عموما حصل فيها التوقف دوا وهم الحقيقة قدروا يرجعوا بسرعة وحققوا نتائج جيدة حاليا هما الاتنين في الترتيب الدولي من 100 الـ 200 على العالم ده يمكن في الشكل العام كده نقول ده ده متأخر قوي ده بعيد قوي بس لما نقول إن صفوت بقاله قرب الخمس سنين بيكافح وبيلعب في الجراند سلامز وبيكافح علشان يقعها للأوليمبيكس فدي فترة طويلة بالنسبة للعب التانس ميار نفس الحكاية ميار بدأت الاحتراف بتاعها في الثلاث سنين اللي فاتت إنها توصل وتقرب من المية الأوائل دي حاجة جميلة وهي بايدووي النهاردة عندها أول مرة توصل سامي فاينال في بطولة 250 ألف هل الأوليمبيكس قدتها دفعة؟ أكيد أكيد الإعداد للأوليمبيكس ووجودها في توكيو وتحقيقها الإنجازات في البطولات الجراند سلامز ده حاجة يعني طبعا تجال كوشة كوشة ميندروف وبطولة زي ما جاء بس إيه ده طبعا موس إيه ده طبعا موس إيه تاني فديك قطوات عظيمة جدا جدا بتعملها وبتسطر تاريخ الصراحة باسمها ميار موسيقى موسيقى